رحلة سحرية إلى أرمينيا في أيام الميلاد الثلجية في قلب الشتاء البارد وتحت سماء مليئة بنجوم الليل اللامعة تدعوكم أرمينيا إلى تجربة فريدة من نوعها خلال أيام الميلاد البيضاوية انطلقوا في رحلة سحرية إلى هذا البلد الجميل حيث يلتقي تساقط الثلوج بأجواء المرح والاحتفال إنها أيام ساحرة تسبق احتفالات عياد الميلاد وراس السنة الميلادية في أرمينيا بما يقارب الشهر وتستمر إلى ما بعد راس السنة بما لا يقل عن الأسبوعان وهذا يعني بأنه سيكون أمامك فترة كافية لتتمكن من قضاء إجازتك في أرمينيا والاستمتاع بالمشاهد الجميلة والساحرة ليس من الضروري أن تزور أرمينيا في نفس يوم راس السنة لتشعر بأنك استمتعت بعياد الميلاد هنا بإمكانك أن تخطط لزيارة أرمينيا في الفترة التي تسبق عياد الميلاد قبل أسبوعان واكثر وتستمر هذه الإمكانية للاستمتاع بعياد الميلاد إلى ما بعد راس السنة بسبوعان تستقبلكم يريفان عاصمة أرمينيا بأذقتها الضيقة والمباني القديمة ذات الطراز الفني انغمسوا في أجواء المدينة وتجولوا في ساحة الجمهورية المضاءة بألوان الزينة الفاخرة الشجرة الرئيسية لأعياد الميلاد يتم نصبها في قلب العاصمة يريفان وتحديداً في ساحة الجمهورية وتبدأ أعمال تزيين المدينة منذ يوم الخامس عشر من نوفمبر وتستمر شهراً كاملاً لاكتمال التزيين وكل مشاهد الأعمال تلك التي تنجز في شوارع العاصمة تكفي لأن توحي للزائر بأنه في المدينة الساحرة التي تتهيى لاستقبال العام الجديد نعم لا أخفي عليكم بأن هناك ستكون بعض الأزدحامات في الشوارع بسبب انطلاق آلاء في المواطنين والسواح للاستمتاع بتلك المشاهد الشجرة الرئيسية لأعياد الميلاد التي تنصب في ساحة الجمهورية عموماً يتم افتتاحها في الفترة المحصورة بين خمسة عشر إلى ثمانية عشر ديسمبر وسط احتفالات كبرى ومبهجة وبحضور عدة آلاء من الزوار والمحليين ليستمتعوا بروعة الافتتاح والالعاب النارية والموسيقى والغناء المصاحبة لهذا الافتتاح هناك من يرغب بزيارة أرمينيا في تلك الفترة نفسها ليستمتاع أيضاً بالثلوج ومشاهد تساقطها ومشاهد المتزلجين على الثلوج والذي يتزايد أعدادهم يومياً بتزايد كميات الثلوج المتساقطة استكشاف الثلوج في جبال تساخ كاتزور أصعد إلى جبال تساخ كاتزور حيث تمتزج جماليات الطبيعة بالثلوج اللامعة استمتعوا بتسلق التلال المكسوة بالثلوج واستنشاق هواء الجبال النقي قمة الجبل تقدم لكم منظراً خلاباً للوديان المغطاة بالثلوج احتفالات الميلاد الفلكلورية شاركوا في احتفالات الميلاد الفلكلورية في القرى الصغيرة حيث يمكنكم تجربة التقاليد الأرمينية الأصيلة تذوقوا الأطعمة الشهية اختموا رحلتكم بلحظات دافئة في أجواء النواد الشتوية حيث يمكنكم الاستمتاع بالشراب الساخن والحديث مع الأصدقاء الجدودي اتركوا آثار أقدامكم في ثلوج أرمينيا واحتفظوا بذكاية هذه الرحلة الساحرة إلى الأبد